في شبك هاشتاك لليوم نرصد أبرز ما شغلت تونسيين مع المواقع التواصل الاجتماعي مع ويسام دعاسي مرسلنا في تونس أهلا وسلام بك معنا ويسام نبدأ بهاشتاك طبق الاعدام في تونس وهو في قائمة الاهتمامات بعدما انتشرت على ما يبدو جرائم القتل مساء الخير ندين وتحية لمشاهدي برنامج الشبابيك فعلا الهاشتاك الأكثر تداولا في الساحة وفي منصات التواصل الاجتماعي هنا في تونس وهاشتاك طبق الاعدام هذا الهاشتاك انتشر بعد حادثة هزة الرأي العام في تونس بعد مقتل شاب تدعى رحمة هنا في منطقة عينزغوان بضواحي العاصمة هذه الحادثة أدت إلى بروز دعوات لإعادة تنفيذ الأعدام المتوقف تقريبا منذ 26 سنة ونفذت عائلة الضحية بعد هذه الحادثة مسيرة احتجاجية نحو قصر الرئاسة بقرتاج تطالب بتطبيق الأعدام وبرزة دعوات كثيرة في الساحة على المستوى الشعبي أو على الأقل في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتطبيق الأعدام على خلفية انتشار جرائم مريعة في الأيام الأخيرة الرئيس التونسي أدل بدلوه في هذا الموضوع خلال اجتماع مجلس الأمن القومي قال إن من نفذ هذه الجرائم جزاؤه الأعدام وهو تعبير على أنه يؤيد عودة أو إعادة حكم الأعدام أثار موجة جدل كبيرة في الساحة السياسية وتحول هذا الموضوع من جدال على مواقع التواصل الاجتماعي جدال على المستوى الشعبي إلى جدال السياسي منظمة العفو الدولية قالت اليوم في بيان لها أن إعادة حكم الأعدام هو يمثل صفعة في مصار التقدم الذي تشهد تونس على المستوى الحقوقي كذلك مضت بعض القواء السياسية وكذلك المنظمات الحقوقية في هذا الاتجاه تقريبا مجمل التعليقات جاءت إما منددة بإعادة حكم الأعدام أو مستغربة من هذا الطرح نبدأ بريم شاكر التي تقول تأثير المواد المخدرة بأنواعها وتأثير المشاحنات السياسية سبب ارتفاع عدد الجرائم توفيق الجملي كذلك يقول جرائم قتل متتالية محاولة قتل نائب بالبرلمان ارتفاع منسوب العنف المادي واللفظي إثارة نعرة الجهويات يجرون البلاد إلى مربع العنف والحرب الأهلية ويتساءل ماذا يخبأ لهذا الوطن رحاة بسحيلي تقول الأعدام لمرتقبي الجرائم الوحشية ليس مجرد انهاء حياة من لا يستحق الحياة هو نظام اجتماعي وحق من حقوق المجتمعات لذمان استمرارية العيش المشترك على الدولة تطبيق الأعدام وترك فصحة لمن يرفضونه من باب مبدأي لالعفو عن من يجرم في حقهم أو حق عيالهم ثم مبروك خذير تقول في تدوين كذلك سأقول كلمتي في هذا الجدال العقيم الذي أصبح مقرفا حد العماء جدال عقيم حول عقوبة الأعدام في تونس تحولت وجهت كل الجرائم الشنيعة إلى جدال عقيم حول الأعدام يبتعد بنا عن جوهر الموضوع ويعمي أعيننا عن رؤية أصل الداء وننتهي بتدوينة أخيرة لرباب سبعي تقول تبق الأعدام على هذه الأرض من لا يستحق الحياة تقريبا هذه مجمل التعليقات التي جاءت على خلفية الجدل المتنامي في الشرع التونسي وفي منصات التواصل الاجتماعي على خلفية الدعوات لتطبيق حكم الأعدام وإعادة تنفيذها كما قلنا بعد توقيفه تقريبا بعد 26 عاما نعم وسام وفي وقفتنا الثانية ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ومطالب إعادة فرض حظر التجوال فما بعد إمكانية الاستجابة لمطالب من هذا النوع نعم ندين تونس تقريبا التي كانت من الدول القليلة التي استطاعت من السيطرة على هذا الوباء واستطاعت من تطويق انتشاره عند ظهوره قبل أشهر وتمكنت من سيطرة عليه لكن بعد أشهر قامت بفتح الحدود حدودها البحرية حدودها البرية والجوية كذلك بعد ذلك نشهد الآن انتشار واسع لهذا الفيروس في ذل صمت رسمي تقريبا الإجراءات التي تعلم عنها السلطات تبقى غير كافية بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا في هذه الأيام تسجل تونس ما لا يقل عن 800 إصابة يوميا عدد الوفيات في تزايد كل ذلك دفع البعض في رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبة بإعادة فرض حذر التجول للتصدي لهذه الموجة الثانية من هذا الفيروس السلطات تقول إنها لدعي من إعادة هذه الإجراءات باعتبار أن الأزمة المالية والاقصادية التي تعيشها تونس لا تتحمل أكثر من إجراءات إغلاق والتوقيف للأنشطة الاقتصادية وتكتفي ببعض الإجراءات والدعوات للالتزام بإجراءات وقواعد السلامة وتجديد الإجراءات في المطاعم والفضاءات العامة وكذلك المقاهي في محاولة لردع كل المخالفين لعدم الذين لا يرتدون الكمامة وغيرها من الإجراءات كل ذلك كان محل جداي كبير في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد إصابة عدة تواقم وممرضين والتباء نبدأ بالتدوينات أو التعليقات أعلي الله في يقول ثلاثة ألاف متعافي من كورونا في ثلاثة أيام انشروا التمأنين بين الناس وتفائلوا بالخير تجدوه ومن يحدثكم عن زمن حدثوه عن رب رتيح لطيف اللهم اسرف عنا هذا البلاء سلاح دين الجولشي وهو المحلل السياسي أسيب بوباء كورونا ينشر تدوينة يقول فيها كورونا وباء غامض لكن التصدي له ليس صعبا ولا معقدا يعتمد أساسا على الوعي الذاتي والتضامن العائلي الذي من أهم مقاوماته التباعد واحترام وسائل الوقاية بما في ذلك بين الزوج وزوجته تعام صحي واستعانة بالفيتامينات المنصوح بها ثم هشام عجبوني يقول سيبقى التسرع في فتح الحدود والتلاعب بمعطيات تصنيف الدول التي تفشى فيها الكوفيد وزرا يلاحق ضمير إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق الذي توجه له عديد الانتقادات باعتباره المتسبب الرئيس في عودة انتشار هذا الفيروس أولا لأنه أقال وزير الصحة السابق عبدالدريف المكي ثم ثانيا بأن حكومته هي التي أقرت بعودة فتح الحدود رغم السيطرة نسبيا على انتشار هذا الوباء وكانت تونس من الدول القليلة كما قلنا التي تمكنت من حصر وتطويق انتشار هذا الفيروس أشكرك جزيلا شكر ويسام دعاسي مراسلنا في تونس